السلام عليكم انا زمنتكم ديما من نفعة اراك رح اكون معكم بشرح المحاضرة الخامسة من مادة الجنرالباثولوجيا المحاضرة في عنوان الميكانيزم السل انجوري يعني هي الطريقة اللي بيصير فياتها السل انجوري في الخلية احنا حكينا عن السل انجوري بشكل عام حكينا عن انواعه حكينا عن السل ديث او اللي هي الموت الخلايا وحكينا عن السل انجوري انواعه هايبرتروفي حكينا عنا اتروفي وحكينا عنا الهايبربلاجيا وعنا الميتابلاجيا عنا كثير انواع للسل انجوري هلا رح نحكي عن الميكانيزم اللي بيصير فياتها السل انجوري تمام هلا عنا السليولار ريسفونز للانجوري سيميولاي بتعتمد عنا على الناتشر والدوريشن والسيفيريتي whatsappaci جدا الرح لراف الانجوري يعني كيف الفئررة المستجيب في자기 thi الخلية تعتمد عن التشيار الانجوري و دوريشن تبعته وansvana وهكي llegar اقتداء الانجوري يعتمد يشيد مpaced الانجوري الحكي يعتمد على حالش تبع التششكون حال country كل ما زادت عنا كل ما قلت عنا الادابتاشن كل ما زادت احتمالية السيل ديث اكتر وكذلك الاشي حسب الناتور يعني كل ما زادت قوة الانجوري او مثلا يكون عنا اسكيميك اتاك بهاي الحالة اللي هي انقطاع الدم تماما بهاي الحالة ايش عنا يعني خلص يعني ما في اسوأ من ايك اشي ممكن تمر في هذا الخلية تمام فالسيولور ريسبونز بتعتمد عنا على الناتور لديوريشن اند السيفيريتي هلا عندنا الكونسل سبعت الاستيميولاي بتعتمد عنا على السل تايب الاستاشي تبعتها الجينيتك ميك اوب عند الادابتابيليتي كيف يعني هلا النتائج الاستيميولاي على الخلية كيف الخلية استجابت بتعتمد عنا على النوع الخلية الحالة الخلية يعني الجديدة قديمة الايجنج مثلا اللي هي هاي في خلايا تكون الانجوري في قدرتها على الادابتاشن اول اشي الاستجابة الخلية على ايش بتعتمد الانجوري اما عندنا نتائج الاستيميولاي او نتائج الاستيميولاي على الخلية تعتمد على الاستجابة والجينيتك ميك اوب والادابتاشن يعني عندنا الكارديك مسل بتتحمل عندنا لغاية عشرين لثلاثين دقيقة بعدين بيصير عندنا نكروسيز تمام اما عندنا المسل تبعات الطف اللي هي الفخد ايش بتكون عندنا بتحمل من ساعتين لثلاث ساعات فحكينا حسب السل تايب ايش بتفرع عندنا ايش الادابتاشن الجينيتك ميك اوب فبتختلف عندنا الكنس السبعة ايش الاستيميولاي تمام السل انجيري بعطينا بايوكيميكال ميكانيزم يلي بيسوي عندنا ايش يلي بيصير عندنا بايوكيميكال ميكانيزم يعني كيف بيصير عندنا السل انجيري عنده بايوكيميكال ميكانيزم يعني عنده طرق مختلفة بتصير وين عنا على مهمة مثل الميتوكنديريا الميتوكنديريا اللي هي اصلا مصنع الطاقة في الجسم عنا الكالسيوم هيموستيس الكالسيوم طبعا كثير مهم الكالسيوم في كالسيوم تبعت الخلية الخلية بتخرب لما يصير فيها الكالسيوم كثير تمام عنا البلازما ميمبراين اللي هو اهم اشي الفاصل بين الاكسراسيلور الانتراسيلور بيصير عنا بيصير عنا ممكن يصير عنا ربتشار في السلز واذا قل بيصير عنا اسكيميا وعنا الديان اي اللي هو البرين في السلز تمام بيصير عنا باشكال مختلفة هلا عنا الانجيري سيستيميولاي بتعمل عنا تريجر متعاطي متعاطي تمام 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 رح نبدأ عنا بأول طريقة اللي هي عندنا الديبليتيشن سمعت الاتب يعني اللي هي أنه نستهلك أو نبطل نصنع الاتب تمام هلأ هاد يوجو اللي بيسير يسمى الهاي بوكسك الكميكال انجريز الديبليتيشن سمعت الاتب فيه أنواع معينة من السموم مثل ايش السيانايد هاد ايش بيسوي عندنا بمنع عنا الاكسيديشن بالتالي بمنع عنا الاتب فبيسير عنا الهيبوكسيه هي قلة وصول الاكسجين لعضو معين او للدماغ او لأي مكان الهيبوكسيه هي قليل اكسجين الاتب اصلا الاتب من الاتب الاتب اصلا الاتب هي ترايفوسفيت فنحولها من ذرتين فوسفيت لثلاث ذرات فوسفيت كيف عن طريق تفاعل بنسمي الوكسيدياتف فوسفريلاشن هذا بحول الاتب من دايفوسفيت لترايفوسفيت وين بصير هذا التفاعل؟ في الممبرين تبع الميتوكنديريا وين برضه بيصير في لغلايكوليتك باثوي باستخدام لغلاكوز؟ يعني بتفاعل تكسير لغلايكوجين باستخدام لغلاكوز من هنا نحن نجيب الاتب عن طريق الوكسيداتف فوسفريليشن ريكشن يلي بيحول عندنا الادب لاتب اللي هو من ادينوزين دايفوسفيت لادينوزين ترايفوسفيت او عن طريق هذا طبعا من بيصير التفاعل في الميتوكنديريا في الميبرين تبعتها تمام اما عندنا الكلائيكوليتك باثوي باستخدام ايش الكلوكوز تمام هلا بنشرح الرسمة هسا بنشرحها بعد ما نخلص كل هذا الحكي بنرجع لها عشان ايش تكون زي مراجعة اسهل تمام هلا الميجور كوز لا الديبليتاشن اللي هو بتقل عندنا السابلاي تبعت الاكسجين ان لنيوريشن اللي هي ايش حكينا عنها الهايبوكسيا الهايبوكسيا اللي هي قلة وصول الاكسجين ان لنيوتيانس اللي هي ايش عندنا الغذاء الميتوكنديريا الدماج اللي اصلا هي عملية الاكسجيديتب فوسفريلاشن وين بتصير حكينا في ايش الميتوكنديريا الميبرين فحكينا اذا صار عندنا دماج في الميتوكنديريا الميبرين ما بيصير عندنا فوسفريلاشن ري اكشن بالتالي ما بتتحول عندنا الـ ADB لا ATP تمام وعندنا الاكشن اف سام توكسينز اللي هي مثل ايش السيانايد السيانايد هي عندنا الكيميكال انجوريز فالمايجور كوز لاتبي ديبلتاشن اهم اسبابها اول شي حكينا الهيبوكسيا اللي هي بقلع عنا الاكسجين سبلاي and the nutrients ميتوكنديريا الدمج ليش ايش بتقلعش دخل ميتوكنديريا باتبي حكينا الممبرين تبات الميتوكنديريا ايش بيصير فياته بيصير فياته تفاعل اكسجيني اللي بحول الاتبي لاتبي وعندنا الاكشن افصان توكسينز اللي هي السيانايد عندها التيشيو يلي عندها مثل ايش الليفر اصلا وين بتتخزي عندها غالبا او بشكل عام في الليفر هاي بتتحمل ايش فترة اطول من ايش بدون اكسجين عند بتقل وقلة الاكسجيت بالتالي اكتر من ايش التيشيو يلي عندها مثل مثل البرين يعني التيشيو يلي عندها ايش إكتر انها تكسر لجلاجوجين اكتر عندها القدرة انها تكسر لجلاجوجين اكتر بتتحمل ايش قلة الاكسجين وقلة الاكسجيت اللي هو الاتي بي يعني قلة الاكسجين والاتي بي اكتر من الايش من التيشيو لالي عندها متكباًد يا هي مثل ايش للبرين يعني الر Бог pill اصلا وين البرين لـ ATP ديبيشنز لو أكسجين ستيواشن بعطينا مشفولد بروتين هذا الإشي بيحفز عنا الأشي الانفولد بروتين بيصير عنا الانفولد بروتين رسبونز اللي بتسوي عنا سلدة اللي هي الابوبتوسز المسفولدين دائما المسفولدين بروتين بتسوي عنا ابوبتوسز تمام لشي الخلية بتعتقد انه عندها خلل في الدي انا اصل ال dna هو المسؤول عن تكوين البروتينات في السلس فلما يكون عنا مصفولدين بروتين بيصير عنا ايش ابوبتوسيز دائما وابدا تمام فلما الو اكسجين بيسوي عنا ايش مصفولدين بروتين هاي المصفولدين بروتين بتسوي عنا السلس دات اللي هو عنا الابوبتوسيز تمام تمام هلاem النوع الثاني هي اللي هي الميتوكنديريا الدميج هلاي الميتوكنديريا الدميج ه denominها الميتوكنديريا يقولانها مصنع الطاقة في الخلية اللي هي بتايطينا ال ETB للخلية تمام تمام هلاي لنا ال點 هذا الدمج في الميتوكنديريا كيف يصبح يife� ييزيد عندنا الكالسوم وتأكثير عنه الراكتب اكسيجين الراكتب يزيد عنا نحكي عنها كمان قليل يزيد عنا كمية الرادياشن يزيد عنا الاكسيجين تسيجين تسيجين ه Lil stud ومعت ومع الموت في الميتوكنديريا الجيد الميتوكنديريا هي العضو الوحيد في جسم الانسان يلي بيحتوي على DNA او جينز خاصة فياته هو لحاله يعني مكانين بالخلية بيحتووا على DNA اللي هي عندنا الميتوكنديريا وعندنا النيوكلياس فالميتوكنديريا جينز بيصير فياتها age mutation اصلا النظرية تبعت ان الميتوكنديريا هي اصلا كائن حي بدائي اكلته الخلية تحولت الخلية لا اشي مش بدائي اصلا هاي النظرية كلها جاية لانه اصلا الميتوكنديريا بتحتوي على جينز خاصة فياتها تمام بغض النظر عن هاي التفاصيل فالاشياء يلي بتسوي damage للميتوكنديريا اللي هي الكالسوم انفلاكس عنا الرياكتب اكسجين سبيشيز او عنا الرادياشر عنا الاكسجين ديبريفياشن اللي هي الهايبوكسيا وعنا التوكسينز وعنا ايش الميوتاشن في الميتوكنديريا الجين هلا الكونسز يلي بتصير عنا او نتائج الميتوكنديريال دمج ايش هي عندنا اول اشي بتزيد عندنا عندنا بيصير عندنا بتزيد عندنا الميتوكنديريال برمابيلتي يعني بيصير عندنا بورز زي هاي طلعوه قداش كبيره عندنا بورز بتصير في الميتوكنديريال ميمبريل هذا الاشي بنخسر الميمبريل بوتنشل تمام فبيسوي عندنا ايش بوتنشل في الفوسفوريليشن عند الاتب بيصير عنا 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 ب بتصورت الممبرين تبع الميتوكنديريا بقرب عنا عملية فوسفيريليشن للاتي بيصير عنا اتي بيدي قصد بيصير عنا نيكروسيز تمام تمام يعني بتزين عنا الميتوكنديريا البرمابوريتي بنخصر الممبرين بتانشل يعني بنخصر الممبرين تبعنا خلص بنخصر الانئابيريتو جنيرات الأتي بي لش انه عملية بتصير في الممبرين تبع الميتوكنديريا فإحنا خسلنا الميتوكنديريا الممبرين بالتالي خسلنا الATP بالتالي بيصير عندنا نكروسز تمام هلأ بس تصير هاي العملية إيش بيصير عندنا بتسرب عندنا السيتوكروم C من داخل الميتوكنديريا بتطلع إيش على السيتو أول ما السيتوكروم C إيش ما يكون عندنا أول ما يطلع من الميتوكنديريا يطلع على إيش على السيتو بلازم بيصير عندنا أبوبتوسز خلص أصلا هو إيش برو أبوبتك بروتينز تمام فهلا الكونسز بيطلع عندنا السيتوكروم C على السيتو سول يلي بيعمل اكتيفاشن للأبوبتوسز اللي هو أحد الطرائق اللي بتموت فيها الخلية تمام بعدين إيش حكينا بيصير عندنا فيلر بالأكسيداتي في فوسفريلياشن فبيصير عندنا إيتيبي ديبلياشن فبيصير عندنا فورميشن للروس اللي هي أكسيجين سبيشيز تمام اللي هي هاي بأغلب حالات النكروسيز هلا رح نحكي عن الروس إحنا بشكل أفضل بس نوصله عشان إيش نحكي بتفاصيله بشكل أفضل تمام هلا عندنا الإنيفلاكس سبع الكالسيوم آن بنخسر الكالسيوم هي موستيسيز هلا وين الكالسيوم بتركز بتركز عندنا خارج إيش خارج الخلايا بيصير عندنا بيصير إيش إيش لما يصير عندنا ديبلياشن الإيش بيحمي الخلية من إيش السل إنجيري وبيأخر هذه العملية هلا أصلا وين الكالسيوم بيكون موجود داخل الخلية داخل الخلية بيكون موجود في الإندوبلازمي كريتيكيولام وإيش الميتو كنديريا تمام فالسيطو الكالسيوم بيكون بيكون بري لو وين بتكون إيش 最後 إيش بيصير عندنا يعني بيصير عندنا كالسيوم برات الخلايا ومتالك والجميع بيصير عندنا من كالسيوم مثل الفوسفولايبيز بالتالي بيقلل عنا الفوسفوليبات بالتالي مع البروتياز اللي هو بيسوي عنا disruption للميمبراين cytoskeleton and protein يعني اصلا البروتينات وين موجودة في الخلية في cytoskeleton and ايش الميمبراين فبنكسرهم وبيصير عنا membrane damage ليش ان الميمبراين بتكوى من فوسفوليبات and protein هاي البروتياز عنا البروتياز بيكسرها والفوسفوليبات بيكسر الفوسفوليبات بعدين عنا الindo nucleases اللي هو بيعمل عنا nuclear damage وعنا الاتباز اللي هو بيعمل ايش عنا بيقلل الاتب بيكسر الاتب من ايتي بي لا ايش لا اي ام بي اللي هو بعطينا اي ام بي زائد ايش بايرو فوسفيت اللي هو تو فوسفيت اتامس ماشي زاد الكالسيوم حكينا بروح عنا على الميتوكنديريا بيزيد عنا الميتوكنديريا البرمابلتي ترانزيشن اللي هو بيخرب عنا الميمبرين تبع الميتوكنديريا فبتقل عنا الاتب لانه حكينا الاتب بيسرين عنا اكسيزتيف فوسفريليشن في الميمبرين تبع الميتوكنديريا يعني هلا الكالسيوم بتركز برات الخلايا بشكل اكبر وجوات الخلية وين بيكون موجود في الاندوبلازمي كريتيكيلوم وجوات الميتوكنديريا تمام هلا صار عنا سيل انجري بدخل عنا الكالسيوم جوه على السيتوبلازم من بره بعدين بيسر يطلع من الميتوكنديريا وبيطلع من ايش من السموث بيزيد عنا التركز لبيزيلي بخرب الميمبرين عن طريق انو herman انوكسر الفوسفوليمتز وهذا بيكسر عنا التركز زلي موجود في السيتوسكيلتون والميمبرين لكن عند ايش الاندونيوكلياس اللي بيكسر الendy n a قضي بال Regarding بعدين عنا الاتباز اللي بيكسر عنا الاتب بيحولها الى بيروفوسفات اللي هي دوفوسفات ادمز ان delle ambe تمام بعدين بيزيد عنا الميتوكنديري البرمابلتي فبيخرب عنا الميمبران فبيتقل عنا الاتب هاذا الانجري بيزيد عنا ايش السيتوسولك كالسيوم هذا الكونس السبعتها بتعمل عنا اوبنينج للميتوكنديري البرمابلتي بور فبيصير عنا اكتيفاشن لسيفرال انزايمز حكينا الفوسفوليبيز بقلل عنا الفوسفوليبس بالتالي بيسوي عنا ممبرين دمج أما البروتياز بيصير عنا ديستربش للممبرين ما الكننيوكلياز بيأثر عنا على الديان او بيسوي عنا نيوكليار دمج عنا الاتب بيسوي عنا تمام الكون سيسي تبعت الكالسيوم ينكريز حكينا بيسوي عنا أبوبتوزز يا اما دايركت عن طريق الاكتيفايشن تبع الكاس بيز أو عن طريق أقوم ب給 Bobalety فبي طلع 2015 ويجعلها على السيتو بلازم بالتالي أيش بيسوى عندنا آپوبدوسز يعني إما Hon�� عن طريق يعمل Illustration للCaspase أو أنه يعمل دميج حكين هون لميتو كاندري بالتالي بيصير عندنا بيطلع عندنا Cyto cromies على السيتو بلازم ودائما مجرم بيطلع عندنا 날劫 زي عdetermamente هل فنشرح خانة الرهمة ها الرسمة تقريبا ملخص لكل اشي حكينا هلا صار عندنا اسكيميا اللي هو ايش استيميولاي هاي الميتوكنديريا تمام بيقل عندنا الاوكسيداتف فوسفيريليشن لوان بيصير في الممبرين تبع ايش الميتوكنديريا ايش بيصير عندنا الاتب بيقل قل الاتب بيقل عندنا السوديوم بامب بيزيد عندنا الايروبك غلايكو لايسيز ليش لانه مافي اي تي بي بالتالي مافي عندنا اوكسيجين بالتالي مافي ايش مافي ايروبك غلايكو لايسيز تمام مادر عندنا الاتاتشمس للريبوسوم هلا ايش بيصير عندنا هون هلا بيزيد عندنا الانفلاكس دخول الكالسيوم الووتر ايش الصوديوم وبيزيد عندنا الافلاكس تبع البوتاسيوم يعني بيزيد عندنا خروج البوتاسيوم الافلاكس دائما دخول الافلاكس اللي هي خروج بيصير عندنا طبعا هذه المعلومة على الهامش يعني عشان المستقبل دائما الصوديوم بلحقه ايش الواتر فدائما وينما تلاكوا صوديوم اعرفوا انه دائما ايش رحكو الواتر وينما تلاكوا صوديوم اعرفوا انه دائما رحكو الواتر تمام بنخسر المايكروفلاي بليبس تمام هلا الان ايروبك بيقل عندنا اللايكوجين بيزيد عندنا اللاكيتك اسد اللي هو ايش ان ايروبك بالتالي بتقل عندنا ايش البي اتش ليش انه اسد اسد يقلل البي اتش تمام فبيصير عندنا اكلم لانيوكليار كروماتين يعني بيصير ايش يتكرمش على بعضه تمام اما دي اتاتش مثل الريبوسومز على الميتو كنديريا بيقل عندنا البروتين سينسس فبيصير عندنا الليبت دي بوزيشن يعني بيصير الليبت يكون في اماكن غير اماكنه يصير عندنا يعني الليبت يتجمع في هذا المكان تمام اي سؤال عن هذا الموضوع او اي ايش لسه ما في انتو اسألوني انا ان شاء الله جاهزة هلا رح نحكي عن ايش الروس اللي هو نعتبر يعني هذا الجزء الثاني من المحاضرة هذا الجزء صراحة شوي بيعتمد على الحفظ بس كتير سهل يعني حلو هذا الجزء كتير فهم اذا فهمتو اصلا اسئلت الدكتور سامر البشير احلى اسئلة بالامتحان دائما بتكون ودائما تعتمد على فهم الطالب اه كتير الدكتور متعاون واسئلته حلوة والدكتور معاذ بصم حرفي يعني فانه ادرسوا مانت الفرس كتير حلوة وكتير سهلة واسئلتها مضمونة يعني وعلامتها حلوة هلا عنا الاكسجين درايفد فري راديكالز اللي هي ايش عنا الروس هلا هي ايش هاي ايش بتساعد هاي مهمة بالايش بالكيميكال اند الرادياشن انجوري عنا الاكسجين درايفد فري راديكالز اول اش هدول دائما موجودين بالخلية دائما 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 يعني هدول دائما موجودين في جسم الانسان يعني مش اشي مش اول من نشوفهم معناته هان عنا باثوجينيز يعني مش اشي باثولوجيك عادي وجودهم طبيعي تمام الها علاقة في الكيميكال اند الرادياشن انجوري الها علاقة في الاسكيميا الها علاقة في السيلولار ايجنج و الها علاقة في المايكروبيا الكلينج بايوفاكو سايتس اصلا احد اهم طرق المايكروبات في جسم الانسان هي الروس او الرياكتف اكسجين سبيشيز هلا هاي عنا الفري راديكالز هي كيميكال سبيشيز عندها السنجل انبيرد الكترون في الاربتال تبعتها يعني عنا الاربت الاخير تبعتها عنده السنجل انبيرد ايش انبيرد ايش انبيرد ايش الكترون هادا السنجل انبيرد الكترون ايش بيخليها انستابل دائما بدها تعمل اي ايش عنده انبيرد بالاوطر اور بالسماءاته دائما بيبحث عن رابطه ايش ايش استابل اي ذرة في الحياة انستابل دائما بتبحث عن انه تبعث عن انها تصير ايش استابل فبيعمل الرياكشن مع الاورغنك والاورغن كيميكالز بروتين فبيعمل الرياكشن مع الأورغانيك والإن أورغانيك المهم يعمل الرياكشن عشان نوصل إلى مرحلة الستابل لأنها هي هايلي رياكتف تمام تبدأ عنا الأوتو كتاليتيك إيش الرياكشن اللي هو التفاعل التلقائي التكسير يعني بيكسر الأشياء في جسم الإنسان فبعطينا مور راديكالز اللي هي إيش بيعمل عنا بروبيجيشنز اللي هي إيش بيزيد عنا كمية الراديكالز يعني عنا إيش أنيستابل أتمس بتضلها إيش تعمل أوتو كتاليتيك تكسر الأشياء عشان تعمل تفاعل محا فبتعطينا مور راديكالز اللي هي بتزيد العدد اللي هي لبربيجيشنز تمام هلأ عنا الرس اللي هي أكسجين درايب دفري راديكالز هي بتيجي من الأكسجين تمام هلأ هي دائما موجودة حكينا نورمالي بتكون ريموفد باي ديفينس ميكانيزم يعني بتشيرها الجسم لكل ما يعني بيضلوا يشيرها الجسم بضها تتصنع دائما موجودة في الجسم دائما تتصنع طول ما إحنا بنتنفس ونتنفس أكسجين دائما هي بتتصنع إن سمول أمونت بضلها تروح عن طريقة ديفينس ميكانيزم هلأ الرس لما تزيد عنا الكمية تبعتها هذا بنسميه الأكسيدياتف استرس يعني الأكسيدياتف استرس اللي هو إنكريز الأمونت اللي هي بتصير بحالة السل إنجوري الكانسر الإيجنج and some degenerative disease اللي هي الأمراض يعني صار عنا تدمير بالأورغانز مثل الزهايمرز هلأ الرس بتصنع عنا الليكوسايت والماكروفج بحالات الإنفلاميشن الماكروفج والليكوسايت عشان يدافعوا عن الجسم اللي هي الليكوسايت مثل هلأ الرسل و هلأ الرسل فحكينا الأكسيدياتف استرس بتصير بزيادة الرسل عشان في بادي نورمالي موجودة عشان في حالات السل إنجوري الكانسر تزيد الإيجنج وتزيد الكمية والليكوسايت في الماكروفج ويصنعوها بالإنفلاميشن تمام تمام هلأ عنا الجنرائشن تبعت الفري راديكالز عنا بيصير ريداكشن أكسيديشن ريأكشن تمام أول إشيي عنا النورمال المايتوكنديريال ريسبايرياشن يعني بتنفس الطبيعي للمايتوكنديريال عنا الموليكولر أكسيجين طبعا طالما حكينا موليكيول هو ه أو تمام يعني عنا ذرتين ه أو تمام هلأ بيصير لو ريديوست يعني ايش بتقل يعني هاي أشياء كيم يعني بيقل إن الأكسيجين بتصير بدل ما هي ذرتين أكسيجين بيصير ذرة واحدة عن طريق ايش إنه يتفاعل مع ايش مع اتش تو اللي هو الهايدروجين فبعطينا تو ووتر موليكيول أصلا ايش هو ايش اللي هاد ايه أتش تو أو فالأو أو موليكيول بتتحول لا اتنين من الماء تمام تمام فهذا في نورمال بايتوكنديريال ريس بايريشن هلأ ايش بيصير عنا اللي فريلا دي كاز هاي الصورة صراحة أنا جبتها إذا بتحبوا عملوا لها سكرين يعني المهف هلأ الأو تو بتفاعل مع إليكترون بقلينا هاي اللي هو هايش السوبر اوكسايد � Wrap Reagon مع الهايدرجين بعطينا هاي هاي يعني هاي الآن هذا بتحول لها هايش لها هايدرجين بيروكسايد هايدرجين بيروكسايد مع مع السوبر اكسايد انيون ايش بعطينا بعطينا HO2 تمام وبعطينا الهايدروكسل ايونز وبعطينا HO2 اللي هو الهايبروسم ايش فانسوا هالاشياء انتو اعرفوا انو عنا از ابي برودكت للسوبر اكسايد انيون بعطينا HO2 هو الهايدروكسل ايون اللي هي الOH فعنا السوبر اكسايد انيون الباي برودكت تبعته اللي هي الهيش الهيبروسم بتطلع من السوبر اكسايد انيون اللي هي الهايدروكسل 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 اللي هي الOH هلا عنا بصير عنا ابزوربشن لا ايش للراديانت ايجنس اللي هي عنا الـ UV lights and الـ X-rays اللي هي الرادياشن احنا حكينا اصلا هي مهمة في الرادياشن والكيميكال انجوريز بعدين بصير عنا هايدروكسل الووتر لـ OH and H free radicals يعني بنحلل الماء الـ OH الـ OH H اللي هي الهايدروكسل free radicals بعدين حكينا عنا كيف نصنحهم عن طريق الليكوسايت الليكوسايت عنا اول ايش عن طريق ايش النادب H-oxidase هلا النادب H-oxidase رح تأخذوا عنه بجوز بمادة second اتوقع او المناعة ناسي صراحة يعني المهم مش مهم تعرفوا المهم انه الليكوسايت عن طريق ايش النادب H-oxidase مش مطلوب منكم اكثر من هيك هلا الانتراسيلولر اكسيديز اللي هي انزيمز هاي مثل Xanthene Oxidase اللي هو بيصنع عنا اليوريك أسيتس هذي بتخنوه بالجينيتكس هذي المهم بطينا Super Oxide Anion يعني كيف بطلعينا Super Oxide Anion عن طريق H-Xanthene Oxidase اللي هو انتراسيلولر اكسيديز اللي هو انزيم داخل الخلية بيصنع عنا Radicals اللي هو Super Oxide Anion اللي هو Xanthene Oxidase أما عنا الانزيم Metabolism of Exogenous Chemicals and Drugs يعني الانزيمات Metabolism اللي هو الميتابولism اللي هو الهضم الهضم الانزيمي للإكسوجينيز اللي هي من بره chemicals من بره الجسم أو Drugs عنا ايش هاي مش روس بط ايش اشياء بتشبهها يعني هي مش روس هاي انتبه كثير مهم المعلومة كثير كثير مهمة انو الانزيم الانزيم Metabolism of Exogenous Chemicals and Drugs هي مش روس بط سيميلار اللي هي ايش السيتو كانز CCL4 بتصير عنا CCL3 هلا عنا الترانزيشن ميتلز عنا الترانزيشن ميتل اللي هي مثل الايرون والكوبر تمام هلا عنا الفنيتون رياكشن هلا الفنيتون رياكشن عنا ايش هيدروجن بيروكسايدز مع الفرس ايون اللي هي ايش FE2 بلس بتعطينا FE3 بلس بتعطينا هايدروكسل ايون ان ايش هايدروكسل تمام هلا بنحتاج الفرق ايرون اللي هي ايش عنا FE3 هدول ترى مهمات صراحة احفظوهم ماشي بسلو ريديوست بتقل عنا ايش الشحن الموجبة لفرس ايرون اللي هي عشان ايش يساعد في الفينيتوين رياكشن تمام هادا الرياكشن بيحسن عنا ايش بيزيد عنا كمية السوبر اكسايد ايون تمام وهذا بيكون سورس ل ايش الايرون عن السوبر اكسايدز يلي بيساهم عنا في الاكسايدات بدمج تباع السيلز يعني الفرق ايرون اللي هو FE بلس ثري لازم يسلو ريديوس لا الفرس ايرون FE بلس 2 عشان يساعد في الفينيتوين رياكشن هادا الرياكشن انهانز باي ايش حكينا السوبر اكسايد انيون يعني بيحسنو عنا ايش السوبر اكسايد انيون تمام لان السوبر اكسايد انيون ايش بيعمل عنا بخلي هادا الرياكشن هو ול lare ا приход هادا السوبر اكسايد اللي opатель تمام تمام هلا عنا النايترك اكسايد اللي هو عنا الاند او هدا وين موجود عنا في الاندوثي61 sellers عنا الماكروفاج عنا النيورون عنا الاندوثيون عنا المهم ايش النايترك اكسايد موجود بaramCD اللي اصلا مومت في الاندوثيلي السلز في البيض البلد فيزلز تمام عنا الماكروفيج اللي هي اصلا هادا الراديكالز اللي موجوده في الماكروفيج اللي بتقتل عنا المايكروبات عنا النيورونز تمام وعنا الاثر سيل طيب هلأ هاد بشتغل عنا از افري راديكالز تمام وممكن يتحول عنا الهايلي ري اكتف ايش بايرو اه بيرو كسينيتريت بايرو كسينيتريت اللي هو هاي شكله تمام هذا عندنا اوكسيدنت بروديوز عن طريق ايش الرياكشن بتوين النايترك اوكسيد مع ايش السوبر اوكسيد راديكالز ابتتعوه لنا هاد بتعمل از افريا ديكالز بيتتحوه عنا ايش هاي هنايترات هاي نايتريتز وهاي نايترات تمام هاي بالإي وهاي بالآي تمام هلأ كيف آخر ما إشي بالصفحة رح نحكي بس آخر إش عن الجينيريشن لآخر مرة هلأ الجينيريشن يا إما عن طريق الريدكشن لأكسيديشن ريأكشن هلأ نورمال ريسبيريشن بحول الأكسيجين لأيش لتوموليكولر ووتر تمام هلأ عنا إيش بيصير عنا بتكون عنا الهايدروجين بيروكسايتز وعنا الهايدروكسل آيونز نتيجة للبيوبرودكت للسوبر أكسايد آنيون بعدين عنا الابزوربشن للرادينت انيرجي اليو فيلايز عند الأكسري أو الهايدرولايسز ريأكشن للووتر بحولها للأو أتش والأتش فري راديكالز تمام ندرنا عنا الليكوصايز عن طريق النادب أتش أكسيديز هلأ عنا اللي الانتراسيلر أكسيديز مثال عليها اللي هو الزانثين الأكسيديز اللي بيصنع عنا السوبر أكسايد آنيون تمام أما الإنزيميتك ميتابوليزم هي مش روس بس إش بشبهها عندنا مثل إيش السايتوكاينز تمام هلأ الترانزيشن ميتلز عندنا الآيرون والكوبر هلأ عندنا الفينيتوين ريأكشن عندنا إيش الفينيتوين ريأكشن اللي هي عندنا الـ H2O2 اللي هي الهايدروجين بيروكسايد مع إيش؟ مع الفرس بتحول عندنا لفرق هيدروكسل آيون تمام؟ هلأ الفرق آيرون اللي هي البلاس 3 بتصيرها الديوز للفرس آيرون عن طريق الأفئي 2 هذا بوجود إيش؟ السوبر أكسايد آنيون هلأ هدولة مع بعض إيش بيسووا عندنا السوبر أكسايد آنيون هدولة سورس للآيرون والسوبر أكسايد يلي بيساهموا عندنا بالأكسيديز سل داميج هلأ عندنا النايترس أكسيديتفز اللي هو هدولة المجدد بالإندوتيريال الماكروفاجين يورون الآخر سل تايبس هلأ هدولة بيشتغلوا آذي فري راديكالز تمام؟ هدول اللي فري راديكالز بتحولوا عندنا لهايلي ري أكتف بايروكسي نايتريت تمام؟ أو لنايتريت أو نايترات تمام؟ تمام؟ هلأ رح نحكي عن آخر إشي اللي هي كيف إحنا بنتخلص من الفري راديكالز في جسمنا أو بجسم الإنسان يعني بشكل طبيعي تمام؟ تمام هلأ أول إشي يا إما بتروح لحالها يعني بإشي من رأيك بيجي وبروح من ربنا تمام؟ عندنا الأنتي أكسيدانس اللي هي عندنا الفيتامين إي والفيتامين إي عندنا الأسكوربك أسيدس اللي هو الأكتف فور من الفيتامين سي تمام؟ هذا صراحة معلومة حلو تحفظوها عندنا لغلوت الثيون اللي هو هم إنزيم مهم عن تصنيع الخلية يعني بصنع لبروتينار اندي سايتوسول يعني إيش هي يا إما بيروح لحاله يا إما عندنا الأنتي أكسيدانس اللي هي الفيتامين إي والإي والأسكوربك أسيد اللي هو الأكتف فور من الفيتامين سي والغلوت الثيون اندي سايتوسول بعدين عندنا إنه يرتبط في البروتينات باينيج بروتينار أو عن طريق الإنزيم هنا الإنزيم صراحة أنا هيك كتبتهم فإذا بتحبوا يا إما تكتموه بهاي الطريقة أو تعملوهم سكرين زي ما أنتم بتحبو يعني بالأخير عندنا الكاتاليز بيكسر عندنا الهايدروجين بيروكسايد لا أوتو أند ووتر تمام تمام هلا عندنا السوبر أكسايد ديسميوتاز بيكسر عندنا السوبر أكسايد آنيون لا إير لا الهايدروجين إيش بيروكسيديز ليش السوبر أكسايد ديسميوتاز بيكسر هاد لهاد طب ليش من إيش يسام لإيش يسام لأنه ما في طريقة بالحياة تحول السوبر أكسايد آنيون لووتر أو لأكسجين فالطريقة الوحيدة عشان يتحول السوبر اكسايد انيون للووتر والاكسجين انه يتحول عنا للهايدروجين بيروكسايد يلي بيجع عليه الكتاليز انزيم بيحوله لووتر اند ايش لاكسجين فالسوبر اكسايد دسميوتاز هي الطريقة الوحيدة يلي بتحول عنا السوبر اكسايد انيون لووتر اند ايش اكسجين عن طريق انه السوبر اكسايد انيون يجي عليه السوبر اكسايد دسميوتاز بيحوله لهايدروجين بيروكسيديز الهايدروجين بيروكسيديز بيجي عليه الكتاليز هذا الكتاليز ايش بيعمل عنا في الهايدروجين بيروكسيديز بيحوله لأكسجين وبيحوله لووتر تمام يعني عشان اذا انسألتوا ليش بتحول عنا السوبر اكسايد اسمي وتاز ما بيحول السوبر اكسايد ديريكتلي لووتر او اكسجين هذا الحكي عشان ايش عشان ما في طريقة يتحول فيها السوبر اكسايد انيون لا اشي مش سام غير عن طريق انه يتحول لهايدروجين بيروكسايد فالهايدروجين بيروكسايد عن طريق الكتاليز بتحول لووتر ايش اوكسيجين تمام تمام هلأ الكلوتاثيوم بيروكسيديز بيحول عنا الهايدروجين بيروكسايد يائما لووتر يائما لا ايش لا هايدروكسيلي جروب هلأ هذا الهايدروكسيلي جروب او الووتر بعدين بيضل بتحولوا لووتر يا إما يعني الهايدروكسيلي جروب ترجى تتفاعل مع H2 تمام عشان تتحول ل H2O يا إما إيش بتظلها زي ما هي ماء تمام فالغلوتاثيوم بيروكسيديز حكينا إيش بيعمل عنا بيحول الهايدروجين بيروكسايد لووتر أو إيش عنا لهايدروكسيلي جروب اللي بتحوله لماء تمام طبعاً الغلوتاثيوم بيروكسيديز برضه السوبر اكسايد دسميوتاز بيحول عنا السوبر اكسايد لهايدروجين بيروكسيديز فبيروح عن طريق اللي قلوتاثيوم بيروكسيديز بتحول ل ووتر أو هيدروكسيلي جروبيا اللي بدورها بتتحول ل إيش لووتر فعنا السوبر اكسايد آنيون عنده طريقين عشان إيش عشان إيش يرجع يتحول لووتر وأكسيجين أو بتحول لووتر بس تمام إذا تحول لووتر بس اعرفوا إنه راح أي طريق اللي قلوتاثيوم بيروكسيديز عن طريق إنه يتفاعل يتحول لووتر أو إيش هيدروكسيلي جروب تمام هلا إذا تحول لهايدروكسيلي جروب بتحول لإيش لماء بالأخير يعني ماء لحاله معناته راح قلوتاثيوم بيروكسيديز أما عنا إيش السوبر أكسيلي هيدروجين بيروكسيديز بتحول عنا لإيش لأكسيجين عند مي بحالة إيش الكتاليز تمام تمام إذا ما فهمتوا هاي الشغلة ارجعوا معتولي وأنا إن شاء الله راح أفهمكم إياها يعني ليش عنا السوبر أكسايد ليش عنا السوبر أكسايد بحول عنا السوبر أكسايد أنيون لكمان إيش يسام ليش بحول من راديكل لرادكل لإيش ما في طريقة تحول السوبر أكسايد أنيون لإيش مش راديكل غير راديكل دايركت لازم يروح يا إما الليلوتاثيوم بيروكسيديز اللي هو بتحول بس لماء أو بتحول أو عن طريق الكتاليز اللي بتحول عنا لماء أند أكسيجين تمام تمام هلا إذا أقل مستوى في الخلية هذا مهم للسافتي تمام هلأ عنا البيثولوجيك إفكس هلأ عنا بيصير هلأ عنا بيصير هلأ عنا أنساتوريتد فاتي أزد زائد تتحول عنا تتكسر عنا الدبل باون بين الأنساتوريتد فاتي أزد فبعض تتكوّر عنا بيروكسيديز اللي هو أستابل فبيسوي عنا ممبرين دميج فالليبد بيروكسيدياشن إنذي ممبرين هلأ هذا عنا اوكسيدياتف دميج تمام هالي فري راديكالز بتدمره كيف عن طريق أنا تروح على الدبل باون إن بوليس أنساتوريتد فاتي أزد بتسوي عنا فورماشن لالبيروكسيديز تمام هذا الإشي البيروكسيديز هذا إشماله إنستابل وإيش بيسوي عنا ممبرين دميج تمام تمام يعني يعني إيش بيصير عنا هون حكينا اللي بد بيروكسيدياشن عندي ممبرين بيصير عنا ممبرين بيصير عنا ممبرين بيصير عنا ممبرين الدبل باون في البولي أنساتوريتد فاتي أزد بجي تكسر بهاي الحالة بيصير عنا بيصير عنا البيروكسيديز اللي هو انستابل وبيسوي عنا من برين دميج تمام بعدين عنا اوكسيدياتف موديفكشن لبروتين هنا بيصير عنا إيش أول إشي دميج للأكتف صيز تبعية الإنزايم تمام بعدين بيصير عنا بيصير عنا انهانس لبروتوزوم الديكريدياشن تبعية الأنفولد بروتين يعني بيصير عنا تلت شغلات بيصير عنا دميج الأكتف صيز تبعية الإنزايم يعني الأكتف صيز المكان يلي بيخلي الإنزايم فعال بيحسن عنا البروتين تمام تمام يعني أول إشي بيصير عنا بيخرب عنا الممبرين بعدين بيصير عنا أكسيدياتف موديفكشن في البروتين بعدين بيصير عنا لجين في الديان اي طبعا أي لجين في الديان اي بيصير عنا إشي اسمه ميوتاشن تمام فطالما صار عنا ليجين في الديان اي معناته دايريكتلي صار عنا ميوتاشن هلا عنا يا اما سينجل يا اما دابل ستراندد بريك ان ديان اي هنحطو اور يعني يا اما بتتكسر ستراندس واحدة او الدابل ستراندس بتتكسر في الديان اي بعدين بصير عنا اكسيداتف ديان اي دميج هذا وين بيكون هذا حص يعني اكثر اشي بيكون implicated في السل اي جنج يعني الو علاقة شو اسمه ان الخلية عم تكبر او الاي جنج تبعتها او ايش هنا او في الماليجنان ترانسفورميشن اوف دي سلز يعني بيسوي عنا ليجين في الديان اي يا اما بيكون سينجل او دابل ستراندد بريكسر في الديان اي بدين بيسوي عنا اكسيداتف ديان اي دميج الو علاقة بالسل اي جنج من الماليجن ترانسفورميشن ان ranches تمام تمام يعني ايش بيسوي عنا بيروكسيدشن ان دلميبير اوكسيداتف موديو فكشن reality بعدين عنا ليجن في الديان اي ليجن في الديان اي معناته عنا ميوتشن يا اما single يا اما double strand The breaks in dame بيسوي عنا اوكسيدف ديان اي دميج له علاقة في الراديكالز موجودة في النيكروسز والأبوبتوسز يعني سواء عندنا نيكروسز أو عندنا أبوبتوسز الراديكالز هي موجودة بالاثنين تمام تمام هاي الصورة طبعا كل إشي حكينا بخصوص موضوع الراديكالز تمام تمام أي سؤال ما فهمتوا أو أي معلومة أنتوا ما فهمتوها أو حسيتوا أنكم لسه بدكم شوي فيها اسألوني أنا إن شاء الله جاهزة ويعطيكم العافية وفقين يا رب